اشتركوا في القناة صحيح ابو الحلول سيكون لديه حل معقول صباح الخير يا ابو الحلول صباح النور يا فصيح ويا صريح خيرا ما الذي جاء بكم اليوم صريح يصر على ان القافية هي اخر حرف في البيت الشعري وانا اصر على ان القافية هي من اخر حرف في البيت الى اول ساكن يليه مع المتحرك الذي قبل الساكن حتى ان ما يقوله غير مفهوم اخر حرف يليه اول ساكن ثم متحرك مع ذلك فما يقوله فصيح هو الصحيح سأوضح لك يمكن بسهولة ان نركب في قطار يسير عكس اتجاه البيت حتى نجد الساكن الاول فنأخذه ثم نكمل طريقنا اخذين ما يقابلنا من حركات حتى نصل اول ساكن فنأخذه مع الحرف المتحرك الذي قبله وهنا يتوقف القطار وننزل في محطة القافية انت تعرف بيت الشعري هذا اظن انك حفظته في الصف الاول عمي منصور النجار يبدع في يده المنشار الحرف الاخير في البيت هو حرف الراء والساكن الذي قبل الراء هو حرف الالف والمتحرك الذي قبل الالف هو حرف الشين فالقافية اذا هي شعر اخر حرف في البيت الى اول ساكن يليه مع المتحرك الذي قبل الساكن هكذا اذا ظل نشيد الدهر لا تكبري يا روعة الاجداد في تدمري هنا ايضا الحرف الاخير الراء والساكن الذي يلي الراء ليس حرف الميم لان الميم حرف متحرك وانما هو حرف الدال والمتحرك الذي قبل الدال الساكن هو حرف التاء فالقافية هي تدمر هل يعرف احدكما عن حرف الروي؟ حرف الروي هو الحرف الذي يلجم تكراره في اخر كل بيت من ابيات القصيدة وتنسب اليه القصيدة مثل سينية البحتري وميمية المتنبي ولامية الشنفرة وحرف الروي في هذين البيتين السابقين هو حرف الراء آه نعم صحيح لقد تذكرت الآن ما هو حرف الروي بمناسبة الحديث عن الشار والقوافي سأسمعكما قصيدة الجديدة انها تتكون من سبعين بيتا اقول في مطلعها بكشك جميل اب للحلول يبيع الكلام ينير العقول في وقت اخر يا ابا الحلول فلدينا عمل مهم مع السلامة وشكرا على المعلومة القيمة لقد نجونا بأعجوبة من الاستماع الى قصيدة مكونة من سبعين بيتا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة